اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة حلقتنا للاطباء والطاقم الطبي هنتكلم النهاردة على الانتيكواجولانس مضادات التجلط الادوية اللي احنا بنديها للمريض عشان نمنع تكوين الجلطات وخلي بالك احنا هنتكلم على الانتيكواجولانس مش الانتيبليتلت انتيبليتلت او مضادات الصفائح الدموية حاجة برضو بتعمل سيولة بس ينقصد بهم الاسبرين والكولوبوديجريل ده مش موضوعنا النهاردة احنا بنتكلم على الحاجات القوية بقى وعشان نلم الموضوع ده بشكل كويس هنتكلم الاول عن مقدمة ازاي الجلطة في الانسان الطبيعي بتتكون اصلا بعد كده هنبدأ نتكلم على انواع مضادات التجلط او الموجودة في السوق وايه هي مميزات كل نوع عن التاني وايه عيوب كل نوع عن التاني وازاي نعكس التأثير بتاحهم لو حصل نزفة او حاجة هنستخدم ايه عشان نوقف تأثيرهم فهنتكلم عن الهيبرين بانواعه هنتكلم بعد كده على الوارفرين او الماريفان مشهور ماريفان وبعد كده هنتكلم على اللي هي مضادات التجلط الجديدة اللي كلنا بنسمع عنها دلوقتي وبعد كده هنتكلم عن انت لو جالك عيان بمواصفات كزا تختار له اي نوع منهم بالزبط ده هيكون بعد ما تكلمنا عن الانواع كلها فطبعا الموضوع طويل شوية فهنعمله على حلقات ودي الحلقة الاولى وما تنساش في البداية بقى اعمل لي لايك للفيديو اول جزء هنتكلم عنه ازاي الجلطة في الانسان الطبيعي بتتكون تقول لي هو فيه انسان طبيعي بيتكون له جلطة اقولك ايوة لو انسان طبيعي حصل فيه جرح في وعاء دموي في وريد مثلا فالجرح ده هينزف فلازم يتكون جلطة للانسان الطبيعي على مكان الجرح عشان نعمل هيموستيزيس وعشان نوقف النسف ده فطبيعي ان اي شخص لو تجرح بيتكون جلطة على الجرح عشان تقفل الجرح ده طيب بتتكون ازاي الجلطة دي بقى بص يا عم وركز معايا بقى الدم بتاعنا ده بيجري جواه عوامل تجلط مواد كده اسمها coagulation factors او بنقول عليها clotting factors عوامل تجلط معظمها بيتكون في الكبد معظم العوامل دي جاية من الكبد عشان كده الناس ربنا يعافيهم اللي هم مرضى الكبد لو عندهم فشل في وظائف الكبد بيكونوا عرضة للنزيف زي ما احنا عارفين وتكوين عوامل التجلط ده في الغالب بيحتاج فيتامين كاف عشان كده برضو مرضى الكبد تلاقي معظمهم بياخد فيتامين كاف فالمهم عشان ما اتهش مني الدم بتاعنا جواه عوامل تجلط ليها ارقام وليها اسماء بس عرفهم كده بالارقام تقريبا من واحد لحد تلاتاشر مثلا يعني العوامل التجلط بنسميهم كده رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد تلاتاشر ففي الاحوال الطبيعية لما الانسان يحصل له جرح الجرح ده بيسير هذه العوامل يخليهم يحصل لهم تنشيط بسلسلة من التفاعلات بينهم وبين بعض بس العوامل دي بتشتغل بطريقة معينة كده في حاجة عندنا اسمها وانترينسيك باثوي تقول لازاي يعني العوامل كل عامل بينشط التاني لحد ما نوصل في الاخر الى تكوين الجلطة النهائية بس التنشيط ده ليه طريقين متوازين بيحصلوا في نفس الوقت يعني في عوامل بتشتغل من ناحية وعوامل بتشتغل وفي الاخر يتقابلوا ويكونوا مع بعض في الاخر الجلطة هتفهمها معي الاكسترينثيك باثوي بيبدأ لما يحصل تيشو ترومة او انجري الشخص حصل جرح في الوعاء الدموي فبيطلع حاجة اسمها تيشو فاكتور العامل ده اسمه تيشو فاكتور او تيشو ثرومبوبلاستن بنقول عليه رقم ثلاثة فالفاكتور ده دوره انه بينشط فاكتور سيفن اللي هو فاكتور سبعة فبيحوله بدل ما هو فاكتور سيفن يخليه سيفن اي حرف الاي لسمول دي جنب اي عامل معناها اكتيفيتد فاكتور فلما تلاقي سيفن اي معناها اكتيفيتد فاكتور سيفن طيب فاكتور سيفن بعد ما بقى اكتيفيتد بعد ما تنشط بيروح يحول او ينشط فاكتور تن اللي هو عشرة يخليه 10A اللي هو اكتيفيتد فاكتور 10 كده الاكسترينسيك باثوي خلص شفت ده قصير يعني الاكسترينسيك باثوي بيبدأ من التشوفاكتور والتشوفاكتور يحول 7 من 7 ل7A و7 يحول 10 من 10A كده الاكسترينسيك باثوي لأن من اول عشرة ده الكمون باثوي الانترينسيك بيلتقي معاه هنا ويكمل بالكمون باثوي طيب ايه هو الانترينسيك باثوي بقى برضو لما بيحصل تروما او انجري فلما البلد يتعرض للكولاجن نتيجة الدمج اللي حصل حصل فيه قطع في الوعاء الدموي فالدم وصل للكولاجن وبدأ يحسه فالموضوع ده بيعمل اثارة ويعمل تنشيط لفاكتور 12 يخليه ايه بقى؟ ينشطه يخليه 12A اللي هو رقم 12 يبقى 12 نشط بعد كده رقم اتنشرته ينشط مين؟ 11 يخليه 11 نشط و11 ينشط مين؟ لا مش عشر ينشط 9 يخليه 9 نشط والتسعة النشط ده في وجود فاكتور 8 فاكتور 8 يحول بقى رقم 10 لعشرة ايه اللي هو اكتيفيتد فاكتور 10 وطبعا طالما وصلنا لرقم 10 يبقى خلاص الانترينسيك باثوي ده انتهى وهنبدأ بقى في الكمون باثوي يعني الاكسترينسيك مجموعة عوامل بتتفاعل مع بعض عشان توصل لرقم 10 والانترينسيك عوامل اخرى بتتفاعل مع بعض برضو عشان توصل وتنشط رقم 10 ايضا فلما الطريقين يتقابلوا والنشط رقم 10 رقم 10 بقى بيعمل ايه؟ الاكتيفيتد 10 بعد ما تنشط بيعمل ايه؟ بيحول او بينشط البرو ثرومبن ويحولوا الى ثرومبن اللي هو فاكتور 2 برو ثرومبن ده اللي هو 2 ثرومبن اللي هو 2A يعني اكتيفيتد ثرومبن بدوره في وجود بعض العوامل الاخرى يحول الفيبرنوجين تو فيبرن والفيبرنوجين ده هو فاكتور 1 والفايبرن هو فاكتور 1A اللي هو الاكتيفيتد فورم يعني وكده يعتبر الكمون باثوي هو كمان انتهى لما كونا الفايبرن لكن الفايبرن لوحده بيبقى انستابل مش قوي ففي وجود فاكتور 13 رقم 13 بيتكون حاجة اسمها فايبرن مش والفايبرن مش دي بتعمل اتراكشن للبليتلت الصفايح الدموية والفوسفوليبيدز وتكون القلوت النهائية او الجلطة النهائية اللي بدورها بتقفل النزيف وبتحافظ على الدم يبقى معلش الموضوع متعب شوية بس يركز معايا الاكسترينسيك باثوي بيبدأ بالتشو فاكتور يحول 7 ل7A و7 يحول 10 ل10A كده خلاص ده الاكسترينسيك باثوي اما الانترينسيك باثوي بيبدأ برضو من التشو دامج وتعرض الدم للكولاجين بيحول 12 ل12A وبعدين 12 يحول 11 ل11A 11 يحول 9 ل9A بعد كده 9 يحول 10 ل10A كده وصلنا للكومن باثوي الكومن باثوي العشرة A بتحول البرو ثرومبن الثرومبن يحول و بعد كده في وجود عامل 13 والصفايح الدموية والفوسفوليبيدز تتكون الجلطة النهائية ده في الشخص الطبيعي عشان نحافظ على الدم وما ينزفش طبعا في طرق ان الجلطة دي توقف عند حد معين ما هو احنا عايزين الجلطة تقفل الجرح بس في نفس الوقت ما تسدش الوعاء الدموي وما تمتدش اكتر من اللازم ففي ميكانيزم الكده بيعتمد مثلا على الانتي ثرومبن بس مش موضوعنا ان احنا نتكلم عليها كمان الجلطة بعد ما قامت بدورها والوعاء الدموي التأم فلازم الجلطة دي تزال ففي طريقة او في ميكانيزم ايضا لازالة الجلطة واذابتها في بروناليسيز بس برضو ده مش موضوعنا دلوقتي المهم احنا عرفنا ان الجلطة في الاحوال الطبيعية بتتكون ازاي وده كده الجزء الاول روح اعمل قهوة بقى عشان نكمل كلامنا بقى عن مضادات التجلطة قبل ما نتكلم علي الانتي كواجولنس او مضادات التجلط بانواعها في حاجة لازيزة كده تعرفها اللي هي تحليل السيولة بقى طالما انت عرفت الانترينسيك والاكسترينسيك باثوي والكومون باثوي فاحب عرفك بقى ان تحليل بيتي اللي انت بتطلبه اللي هو البروثرومبن تايم ده بيحكم على الاكسترينسيك باثوي والكومون باثوي يعني لما يطلع طبيعي فده معناه ان العوامل اللي هي سبعة والتيشو فاكتور والكومون باثوي كله كويسين والاي ان ار بنحسبه من البيتي وبالتالي لما بنيجي انتبع الماريفان عيان بياخد وارفرين او ماريفان بنتابعه بالاي ان ار اللي هو محسوب من البيتي اللي هو بيحكم على مين الاكسترينسيك باثوي اما البيتي تي بارشال ثرومبوبلاستن تايم ده بيحكم على الانترينسيك باثوي مع الكومون باثوي بي تي تي وده بنحتاجه لما يكون عيان بياخد انفركشنيتد هيبرين وعايزين نشوف التأثير بتاعه وفي حاجه اسمها ابي تي تي اللي هي اكتيفيتيت بارشال ثرومبوبلاستن تايم وده هو هو البت بس بطريقة ادق شوية حاجه كده بيعملوها في المعمل عشان يخلو النتائج قدق يبقى كده انت بالمرة عارفت تحليل السيولة بتحكم على الاكسترينسيك باثوي والكمون باثوي بي تي تي بتحكم على انترينسيك باثوي والكمون باثوي ال INR بنحسيبها من ال BT وخلاص فهي يعتبر BT برضو وال ABTT هي نفسها ال BTT بس بطريقة ادق شوية بس دي تحليل السيولة روح اعمل شاي بقى وتعالى عشان نكمل كده احنا عارفنا مع بعض ازاي الجلطة في الانسان الطبيعي بتتكون طيب احنا ممكن بعض الناس نحتاج نديهم مضادات التجلط ده تقول لي طب ليه نمنح حاجة طبيعية يعني اقول لك لأ الناس دي عندها عرضة زيادة عن اللازم للجلطات من غير جروح يعني ممكن تحصل له جلطات داخلية ما فيش جرح ولا حاجة ويحصل جلطة في وريد ويقفل وريد او يقفل بعد كده شريان او يحصل له مشكلة بعض الناس عرضة للجلطات بدون داعي فعشان كده لازم نديهم مضادات تجلط تقول لي طب هم مين الناس او ايه هي الانديكيشنز للانتيكواجلانت من الناس اللي تحتاج مضادات تجلط هقولهم لك بشكل عام كده يعني لو عيان بالفعل عنده فينس في رومبو امبوليزم يعني عنده جلطات في الاوردة اصلا يعني مثلا كان عيان رائد لاي سبب فترة كبيرة حصل له جلطات في الساك فالانسان ده هياخد طبعا مضادات تجلط في العلاج بتاعه او عيان حصل له بالموناري امبوليزم اللي هو جلطات في الرئة وبنسمع عنها كتير الايام دي بسبب الكوفيد يعني فالشخص ده برضو بياخد مضادات تجلط كمان ممكن نستخدم مضادات التجلط للوقاية من هذه الاشياء يعني احنا بنستخدمهم في العلاج وبنستخدمهم ايضا للوقاية يعني في ناس عرضة للفينسترومبو امبوليزم اللي هم مين الناس دي بقى عيان مثلا رجله مكسورة ومجبس رجله فمش بتتحرك عرضة انه يحصل له جلطات في الساك عيان في العناية المركزة وبيد ريدن مش بيتحرك برضو عرضة ولازم نديله مضادات تجلط عيان هيعمل عملية في العزام بس ميجر عملية كبيرة في العزام هيغير مثلا مفصل فغز حاجة كبيرة كده هيحتاج مضادات تجلط عيان عنده اي ميديكال كونديشن ومخليها بدريدن يعني عيان رائد لاي سبب كان هيحتاج مضادات تجلط عيان مثلا زي مرضى الكوفيد او مرضى الكورونا الايام دي بنسمع عنهم كتير بيحتاجوا مضادات تجلط في بعض الحالات باستشارة الطبيب طبعا كمان الناس اللي عندها اكيوت كورونا ريس اندروم او ازمة قلبية واحد عنده جلطة في القلب سواء بقى كانت استيمي نان استيمي انستيبول انجينا الانواع اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الاكيوت كورونا ريس اندروم بيحتاجوا مضادات تجلط عيانين عندهم اي اف اللي هو الرجفاني الاوذيني رفرفة في القلب من النوع اللي هو اي اف في بعض الحالات بيحتاج مضادات تجلط عيان مركب صمام صناعي في القلب برضو بيحتاج طبعا مضادات تجلط عيان بيخسل كلا في الغسيل الكلاوي بيحتاجه يدوله مضادات تجلط بعض التدخلات القلبية عيان مثلا هيعمل اسطرة قلبية بيحتاج مضادات تجلط عيان هيعمل كابتش او قلب مفتوح ويغير شراهيم بيحتاج مضادات تجلط بعض السيدات الحوامل لو عندهم مشاكل تانية زي مثلا انتيفوسفوليبت سندروم بتحتاج مضادات تجلط يعني دي كده كانت اشهر الانديكيشنز اللي بنحتاج فيها مضادات تجلط ودلوقت جي الوقت عشان نبدأ فيه الانواع نفسها بقى بتاعت مضادات تجلط اول نوع هنتكلم عنه هو الهيبرين الحقن واللي طبعا فيه منها نوعين مشهورين جدا يا اما انفركشنيتد هيبرين او الستاندرد هيبرين اللي هو الهيبرين الاساسي بتاع زمان القديم واللي هو ملوك لارويت هيبرين زي الكليكسان مثلا انوكسبارين ده الجديد والاحسن زي ما هنعرف مع بعض في الكلام يعني والهيبرين عموما بيشتغل ازاي بيمسك او بيعمل كومبليكس مع الانتيثرومبين والانتيثرومبين ده بقى بيوقف عوامل تجلط كتير من اللي احنا تكلمنا عنهم وبالتالي يمنع تكوين الجلطة فاول نوع اللي هو الانفركشنيتد هيبرين اللي هو الهيبرين العادي الاساسي او القديم ده ممكن يتاخد تحت الجلد وممكن يتاخد اي في تنقيط وريدي في بعض الحالات هو قديم وليه عيوب كتير لكن ليه بعض المميزات برضو اللي بيخليه يستخدم لحد دلوقتي فمن عيوبه انه ليه يعني تأثيره كمضاد للتجلط مش محكوم مش عارفينه كويس ساعات يدي تأثير قوي ساعات يدي تأثير قليل مش مزبوط كده والفرماكو كيناتكس برضو بتاعته مش مضمونة وعشان كده لو عيان بياخد انفركشنيتد هيبرين لازم نعمله مونيثورينج لازم نراقب تأثير الهيبرين ده بتحليل طبعا الاي بي تي تي فاللي بياخد انفركشنيتد هيبرين لازم له مونيتورينج وبالتالي ماينفعش في البيت لازم يكون في مستشفى كمان مشاكله او السايد ايفكس بتاعته اكتر من اللومولوكلارويت هيبرين يعني مثلا البليدينج او النزف طبعا مضادات التجلط كلها من اشهر اعراضها الجانبية النزف ممكن يحصل لكن في الانفركشنيتد هيبرين النزف نسبته اكبر شوية الهيتش اي تي او الهيبرين اندوست ثرومبوسايتوبانيا برضو نسبتها اكتر شوية في الانفركشنيتد هيبرين عن اللومولوكلارويت هيبرين تقول لي ايه هي اصلا ايتش اي تي ده عيان بتديله هيبرين فجسمه بيكون اجسام مناعية بشكل ما بطريقة ما ضد الصفائح الدموية فيبدأ يكسر في الصفائح الدموية يبقى العيان بتديله هيبرين وتبص تلاقي الصفائح الدموية بتاعته عمالة تقل بسرعة وفي نفس الوقت مع ان الصفائح الدموية بتقل تقول لي كده هينزف هقولك لا ده ممكن يحصل له جلطات الاكشن بتاعها بيختلف وممكن يبقى عرض الجلطات وقد تكون خطيرة عشان كده الاتش اي تي لازم نخلي بالنا منها لو عيان بياخد هيبرين وانتابع مستوى الصفائح الدموية كويس مع العيان ده يعني مثلا العيان لو الصفائح الدموية بتاعته من الاساس اقل من مئة الف ما بندلوش هيبرين اصلا ولو فرضنا ان الصفائح الدموية طبيعية ودي نالو هيبرين بنقيس الصفائح الدموية بعد ثلاث ايام وانتابعها بعد كده لو لقناها نزلت عن نص اللي كانت فيه حتى لو استيل طبيعي بنوقف الهيبرين يعني على سبيل المثال واحد عملنا له الصفائح الدموية اطلعت ربعمائة الف فجيت بعد ثلاث ايام بعيد التحليل لقيتها متين الف مع انها لسه طبيعي لكنها كده نزلت نص الرقم بتاعها اوقف الهيبرين فورا واتجه لانواع اخرى من مضادات التجلط طبعا وهنتكلم عن كل ده في الكلينيكل بعد كده كمان الاستيو بروسيز او هشاشة العظام برضو دي زيادة مع طيب ده كده كله عيوب بقمال ايه مميزاته بقى هستخدمه ليه ليه مميزات برضو زي مثلا ميزة مهمة جدا انه نقدر نستخدمه مع عيانين العيانين اللي عندهم مشكلة في وظائف الكلة بنستخدم معهم عادي جدا على عكس كمان من مميزاته تعتبر عيب وميزة في نفس الوقت انه ليه وانه يعني بيشتغل بسرعة ومفعوله بينتهي بسرعة دي تعتبر عيب لو انا عايزة ماشي العيان فترات طويلة لكن تعتبر ميزة لو انا محتاج للعيان فترة صغيرة عيان هيدخل معين هيدخل يعمل مثلا اسطرة قلبية ويركب استنت مثلا الهيبرين هنا كويس هيشتغل بسرعة يديني التأثير اللي انا عايزه وينتهي بسرعة عيان هيعمل كابتج او تغيير شرايين برضو نفس الموضوع ودلوقتي نتكلم على مونيتورينج او ازاي نرائب تأثير هذا الدواء اللي هو انفروكشنية الهيبرين المونيتورينج بتاعه بيكون عن طريق تحليل الاي بي تي تي زي ما احنا قلنا والطبيعي او التارجت بتاعنا اللي احنا عايزينه ان الاي بي تي تي يكون من واحد ونص لاثنين ونص الطبيعي او الكنترول يعني لو هو مثلا من تلاتين لاربعين كنترول فاحنا عايزين العيان بتاعنا تقريبا يعني من ستين لمية مثلا وده التحليل الاشهر المستخدم وطبعا الصفايح الدموية لازم نتابعها زي ما قلنا طيب ازاي نعمل يعني مثلا العيان حصل له نسف جديد وكان واخد انفروكشنية الهيبرين ازاي نوقف شغل عشان نوقف النسف في معظم الاحوال مش هنحتاج ندي حاجة زيادة لانه هو قصير للمفعول زي ما قلنا مجرد ان احنا نوقف الانفيوجن لو كان هو مثلا واخد انفيوجن تلقيط وريدي او نوقف الجرعات اللي بياخدها لو كان بياخد تحت الجلد فغالبا النزيف بيوقف لكن في الحالات الشديدة قوي هنعمل ايه هندي حاجة اسمها بورتمين سالفيت هو ده الانتدوت بتاع الانفروكشنية الهيبرين بورتمين سالفيت والجرعة بتاعته بتكون واحد ميلي لكل ميت واحدة من الانفروكشنية الهيبرين سلو اي في انفيوجن بنيديها وريد ببطء الجرعة المعتادة خمسة وعشرين لخمسين ميلي جرام يعني من البروتامين سالفيت ده طبعا ازا كان العيان واخد الانفروكشنية الهيبرين في خلال ساعتين لانه لو اخدها مثلا من ساعتين لست ساعات فزي ما قلنا غالبا تأثير الانفروكشنية الهيبرين راح فلو لسه العيان بينزف لازم نشوف دكتور هيمتوليجي معانا وممكن ندي برضو بورتمين سالفيت بجرعة اقل اللي هي ربع ميلي جرام لكل ميت واحدة من الانفروكشنية الهيبرين واخيرا ايه هي الكونترا انديكيشنز ايه هي الحالات اللي ما استخدمش فيها انفروكشنية الهيبرين رقم واحد لو صفاحة دموية اقل من ميت الف لو كان العيان حصل له اتش اي تي قبل كده يعني يقولك انا كنت اخد هيبرين يا دكتور وعمل لي نقص في الصفاحة الدموية من شهرين لا الراجل ده ما ياخدش هيبرين تاني ولا ياخد له ملوك لارويت هيبرين كمان لو في اكتف انكنترولابل بليدنج لو في نزف بالفعل العيان عمال ينزف من الجي اي تي مثلا فمش هنديله هيبرين وكمان لو العيان مش هيقدر يعمل مونيتورينج زي ما قلنا في البيت مثلا فمش هينفع نديله انفروكشنية الهيبرين ودلوقتي جه الوقت عشان نتكلم على اللو ملوك لارويت هيبرين النجم بتاعنا بقى اللي بيستخدم اكتر حاجة اكتر من انفروكشنية الهيبرين طبعا عشان مميزاته الكتير لو ملوك لارويت هيبرين منها انواع كتير من اشهرهم انوكسابرين اللي هو كليكسان مشهور حقا كليكسان معظمهم بيتاخد تحت الجلد في حالات معينة ممكن يتاخد اي في او وريد لكن الاشهر اللي احنا نعرفه كله اللي هو تحت الجلد طب ليه هو احسن من الانفروكشنية الهيبرين عشان زي ما قلنا ليه مميزات رقم واحد لونجر اكتنج يعني وقته اطول من الانفروكشنية الهيبرين فده يخلي الجرعات اسهل للمريض لو هتديله جرعة وقائية ممكن تديهله مرة واحدة بس في اليوم جرعة علاجية كل 12 ساعة فدي حاجة اريح كمان مور بردكتابول افكت تأثيره كانتيكواجلاند يعني متوقع معروف مش بيدينا مفاجآت زي الانفروكشنية الهيبرين وده برضو حاجة كويسة بتخليه فيه معظم معظم الحالات لا يحتاج مونيتورينج يعني معظم الحالات ما بنحتاجش نعمل تحاليل عشان نتابع تأثيره بند الجرعات وخلاص وعشان كده الى حد ما ينفع نديه في البيت عيان ياخده في البيت بامان كتير اكتر من الانفروكشنية الهيبرين كمان من مميزاته اللي هو less side effects الاعراض الجانبية بتاعته اللي ذكرناها في الانفروكشنية الهيبرين اقل هنا مع الكليكسان اقل يعني بليدينج الى حد ما اقل HIT هيبرين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا اقل بكتير من الانفروكشنية الهيبرين لكن اللي هو ملوك لارويت هيبرين الى حد ما ممكن يعمل ليفر انجري دي تعتبر من مشاكله كمان من مشاكله انه ما بنستخدموش مع severe renal impairment لما يبقى في مشكلة في وظائف الكلة بنبقى خايفين من اللي هو ملوك لارويت هيبرين لان مستوياته بتتراكم في الدم لان هو الاكسيكريشن بتاعه عن طريق الكلة ففيه اراء بتقول ان لو الكرياتين كليرانس اقل من 30 ملي نخفض الجرعات هو اصلا الجرعات الشائعة بتاعته العادية في الانسان الطبيعي اللي وظائف الكلة بتاعته كويسة اللي هو لو هياخد بروفلاكتك انتيكو اجولانت يعني هنديله مضادات تجلط بالجرع الوقائية هياخد 40 ملي مرة واحدة في اليوم ده في الافريج يعني ولو هياخدها بالجرعات العلاجية ثيرابيوتك انتيكو اجوليشن هياخد 1 ملي جرام لكل كيلو كل 12 ساعة يعني لو عيان وزنه 60 كيلو هنديله 60 ملي كل 12 ساعة كل 12 ساعة هياخد 60 اما في حالة الرينا الامبيرمنت بقى قالوا لو الكرياتينين كليرانس اقل من 30 فالعيان ده نقلل الجرعات بتاعته الجرع الوقائية تبقى 30 ملي جرام مرة واحدة في اليوم الجرع العلاجية تبقى 1 ملي جرام لكل كيلو مرة واحدة في اليوم يعني لو عيان وزنه 60 ياخد 60 ملي مرة واحدة في اليوم ولو الكرياتينين كليرانس اقل من 15 ما نتديش لومولوكولارويت هيبرين لكن في ناس تانية بتقولك ابعد عن الشر وغنيله فيه اراء تانية بتقول لو حصل امبيرمنت في الرينا فانكشن الكرياتينين كليرانس اقل من 30 ما تديش لومولوكولارويت هيبرين اصلا ما تديش كليكسان اصلا وانا مع الرأي ده لان في بدائل موجودة دلوقتي اللي هنتكلم عنهم بعد كده اللي هم وكمان لو احتاجناه الكليكسان كاحد لو احتاجنا نعمله نعمله ازاي؟ في الغالب لا نحتاج احنا قلنا مش بنعمله اصلا مراقبة بالتحاليل لكن في بعض الحالات فقط بعض الحالات القليلة جدا زي مثلا عيان وزنه قليل اوي او عيان وزنه تخين اوي ممكن نحتاج نعمل عيانه بريجنانت حامل ممكن نحتاج نعمل لها عيان مش جايب تأثير معاه وبيحصل لسه جلطات ممكن نعمل مونيتورنج يعني بعض الحالات كده بنعمل مونيتورنج بايه؟ بتحليل اللي هو انتي تن اي اساي او اكتيفتي انتي فاكتور تن اي اكتيفتي هو ده التحليل وفي الغالب بنبقى عايزينه بتاعه من نص لواحد التارجت بتاعنا يعني ولو جينا نقول ايه الريفيرسل اوف اكشن يعني برضو لو حصل منه نزف نوقفه ازاي او ممكن نحتاج له ايه؟ برضو بروتامين سالفيت والجرعة هنا بتبقى واحد ميلي جرام بروتامين سالفيت لكل ميلي من الانوكسابرين او الكليكسان يعني يعني عيان خط جرعة اربعين هنحتاج له اربعين ميلي جرام من البروتامين سالفيت طبعا ده اذا كانوا ياخد جرعة الكليكسان في اخر تمن ساعات برضو وده الشائع يعني لو جينا نقول ايه هي بتاعة الكليكسان او فبرضو العيال لو عنده بينزف بالفعل فمش هنديله عنده عنده قرحة في المعدة ناشطة مش هنديله الصفايح الدموية اقل من خمسين وفي رأي بقول اقل من مية مش هنديله طبعا زي ما قلنا لو فيه او مشاكل في وظائف الكلا زي ما قلنا مش هنديله العيال لو ضغطه عالي جدا ومش عارفين نتحكم فيه فمش هنديله برضو وبرضو العيال لو عنده او حصله قبل كده يعني مش هنديله وبرضو لو عيال عنده نزيف في المخ مثلا او هاموراجيك برضو مش هنديله وكده يبقى تكلمنا عن اول نوع من انواع مضادات التجلط اللي هو الهيبرين بالنوعين بتوعه الحلقة الجاية هنتكلم على الوارفرين او الماريفان مع مضادات التجلط الجديدة واني ليها مميزات كتيرة جدا وكل شوية بيدخلوها في امراض جديدة ودواعي استعمال جديدة هنعرفها مع بعض وبعد كده هنبقى نتكلم عن حلقة كلينيكل ازاي تختار النوع المناسب بقى لكل حالة فلو عايز نكمل السلسلة دي اعمل اللي لاك للفيديو واكتب لي الكلام ده في التعليقات وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم